العاصمة تشيكية براغ على موعد مع الاجتماع الأول من نوعه للمجموعة السياسية الأوروبية الاجتماع يعرف حضور أربعين وأربعين دولة في صيغة غير مسبوقة بعد سبعة أشهر على نشوب النزاع الروسي الأوكراني التجمع الذي يشكله ترجمة لفكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إمانويل مكخون في شهر ماي الماضي يعد الأكبر عددا بعدما تم الدعوة سبعة عشر بلدا إضافيا ينضاف إلى أعضائي الكتلة الأوروبية المنظمون يأملون في الإعلان عن مشاريع تعاون عملية محتملة لا سيما في مجال الطاقة في حين سيتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من كييف عبر الفيديو لتسليط الضوء على مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية فرنسا تطمح إلى عقد اجتماع جديد في ربيع 2023 وفي العاصمة تشيكيا براك سيتم الإعلان عن اسم البلد المضيف لهذا الاجتماع والذي لن يكون عضوا في الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر